اول حاجة هنجيب صانية ونرص فيها التوينكيس كده بالشكل ده تمام ونجيب حالة بقى ونبتدي نحط فيها ثلاث كبات ونص من اللبن معلقة قشطة كبيرة واثنين معلقتين كبار من اللبن البودرة واثنين كيس كريم كرامل كسين ومعلقتين من السكر صغيري نبتدي ندمك كل ده ونحطه على النار ونقلب لحد ما نوصل للسمك اللي احنا عايزينه اللي احنا هنشوفه دلوقتي اللي هو السمك ده هنجيب بقى الخليط ده كله ونحطه على توينكيس ونحطه في التلاجة لحد ما يمسك نفسه بتيجي ما نعمل للطبقة الثالثة نجيب كوبايتين ونص من مياه المغلية هنضيف عليهم بقى البيتين من جيل المنجا هندوب بقى الجيل في المياه المغلية نجيب بقى كوباية من التلج كوباية مليانة تلج ونحطهم عليهم ونقلب بقى بعد كده نجيب منجاة حلوة كده نقشرها ونقطعها لمربعات صغيرة نحط بقى المنجا دي كلها على الجيل اللي احنا عملناه نقلبهم مع بعض كده بعد كده ناخدها نحطها بقى على الخليط اللي ايه اللي احنا لسه نطلعينه بالتلجة دلوقتي بعد ما جابت ههو المنظر ده المنظر ده كده هناخده ونحطه في التلجة لو مستعجلين علي قوي هنحطه في الفريزة هيتلع بالمنظر ده عايز اقولكم ان هي فضيعة بجد وطعمها حوار المنجا مع الجيلي كمان بجد حلو جدا فانا ضقتها بجد من حلوتها انا خدت تاني خلافهم تجربوا وتقول لي رأيكم في الكومنتيك